بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نبدأ اليوم إن شاء الله بشرح الدرس الجديد درسنا بمسمى الجملة المفتوحة وحلها قبل ما نبدأ ندرس بدنا نعرف شو يعني جملة عددية يعني جملة برياضيات مفتوحة شو معنا هذا الكلام؟ مثلاً أنا مرات أثناء حياتي اليومية باجي بدي أحكي لكم قصة صارت معي مبارح فبحكي لكم رحت والله مبارح كنت حابة أشتري أقلام ورحت على المكتب الأولى ودخلت وشريت أقلام وطلعت بس ظلت حاس الأقلام ما رح تكفي فدخلت على المكتب الثاني وشريت قلمين لما رجعت على البيت كان معي سبع أقلام عديت الأقلام اللي شريتها بالكامل كان معي سبع أقلام فأثناء حواري إنتوا عرفتوني أنا شريت من المقلم الأولى أقلام من المكتب الأولى أقلام لكن إنتوا ما عرفتوا كم عدد هاي الأقلام ما عرفتوا كم هي فأنا عندي عدد أقلام معين أنا ما بعرفه من المكتب الثانية شريت قلمين فأنا بعرف أنه هذا العدد أنا ضفطله بعدين لما شريت زيادة أضفت له من مكتب أخرى قلمين بعدين لما روحت على البيت وعديت كل الأقلام اللي معي سوا يعني هدول التنين سوا قديش هما لقيت أنه الناتج كان معي بالنهاية سبع أقلام هاي الجملة بالرياضيات اسمها جملة مفتوحة متى بيسير عنا إشي اسمه جملة مفتوحة؟ لما بتكون عنا جملة بالرياضيات بتحتوي على عدد مجهول فيها عدد أنا ما بعرف فهاي الجملة هل تحتوي على عدد مجهول؟ نعم أول مكتبة كم قلم شريت منها؟ ما بعرف إذن هاي جملة بالرياضية تحتوي على عدد مجهول إذن بسميها جملة مفتوحة بالعادة الجملة المفتوحة بالرياضيات نقدر نحلها أو نقدر إحنا نكتشف شو المجهول فيها اكتشاف المجهول أو إيجاده في جملة مفتوحة هذا اسمه حل الجملة المفتوح تعالوا نشوف سوى التعريف المكتوب عندنا صفحة سبعين يحكي لنا الجملة المفتوحة هي جملة رياضية رياضية يعني لازم يكون فيها عمليات حسابية تحتوي على عدد مجهول العدد المجهول أنا بحط مداله شكل مربع مثلة دائرة أي شكل حط مداله شكل إنه هون أنا عندي عدد ما بعرفه في واحد شكل فهو مثلا بالكتاب إحنا كنا زمان نستخدم شكل المربع نحكي لكم إملأوا الفراغ الفراغ هو عبارة عن مربع إنتوا تحطوا جوه المربع رقم هو رح يغير طريقة الكتابة لأنه إحنا غيرنا المسمى رح تصير أسئلتنا بدل ما نحكي عن هاي جد ما فيه في فراغ أو شي زي يك ما كنا نعرف شو اسم هاي العبارة هلأ اكتشفنا شو اسمها سميناها جملة مفتوحة وسمينا العدد اللي مش معروف سميناها عدد مجهول فراح نميزه بإنه رح نعطيه إشارة مثلث بكتابنا بس إحنا بنقدر نعطيه أي إشارة بالدنيا عادي بكتابنا هو معطيه دائما إشارة المثلث فعننا عدد مجهول بحكي مثلث زائد 2 تساوي 7 الجملة رح تنكتب بهاي الطريقة بدل المربع فهو معطينا مثال هون مثلث مثلث يعني عدد مجهول أنا ما بعرفه ضرب 5 يساوي 30 هلأ هاي الجملة المفتوحة إذا أنا المثلث هاد حاولت أوجد قيمته حاولت أوجد قيمة العدد المجهول اللي هو عبارة عن المثلث أي قيمة بوجدها مش عكيفي مش عكيفي بحط والله الجواب 7 الجواب 10 مو عكيفي بختار لا بختار رقم أحطه بدل المثلث هذا الرقم يكون بعطي إجابة صحيحة بيخلي الجملة صحيحة فيجعل الجملة المفتوحة عبارة صحيحة يعني إذا حطيته ما بيخرب الجملة هذا العدد إذا حاولت ألا إي هون بكون أنا حليت الجملة المفتوحة إذن إيش معنى حل الجملة المفتوحة؟ معناها أوجد الفراغ أوجد العدد الصحيح بالفراغ أو أوجد العدد الصحيح بدل المثلث مثلا طب طعوا نشوف مثال على درسنا مثلا أنا عندي جملة خلا نشوفوا هاي الجملة المفتوحة اللي أنا أوجدتها أنا رحت عمكتبة شريت عدد معين من الأقلام طلعت حسات الأقلام ما بتكفيني رحت عمكتبة تانية وأضفت إلى الأقلام اللي شريتها قلمين بعدين لما رجعت على البيت عديت جميع الأقلام كان جميع الأقلام سوى مجموحهم أو كلهم سوى يساوبوا سبعة فجملة المفتوحة هي الأقلام تبعة المكتبة الأولى مجموعة للأقلام بالمكتبة التانية مجموعة لأنه من صياغ الكلام أنا عرفت أنه أنا جمعت الأعداد إذا جمعتهم لازم يعطيني الجواب العدد كامل واللي هو سبعة هاي جملة مفتوحة لو بدي أعرف شو معنى حل الجملة المفتوحة معناها أنا بدي أععد أفكر إيش العدد اللي بقدر أحطه بدل المثلث فبهجي بسأل حالي إيش ممكن أحط رقم بدل المثلث إذا جمعته لتنين يعطيني الجواب سبعة طبعا إحنا كنا متمرنين على هاي الفكرة كيف نوجدها من أيام أكمل الفراغ أسأل حالي شو بدأ أحط هون أجمعه لتنين يعطيني سبعة الإجابة خمسة فبشيري المثلث بستبدله أستبدل المثلث بخمسة خمسة زائد اثنين خمسة زائد اثنين كم؟ سبعة هل الجملة صحيحة خمسة زائد اثنين سبعة؟ نعم إذا هل الجواب خمسة نعم ليش خمسة الجواب؟ لأن الجملة ظلت صحيحة لما حطيت خمسة بدل المثلث فالعدد المفقود أو المثلث العدد المجهول أو بحكي المثلث يستاوي خمسة لأنه أنا شلته حطيت بداله خمسة وزبتت معي هذا هو الحل الحل هو عدد المجهول إيش هو؟ العدد المجهول عندي هون كان خمسة نشوف مثال آخر مثلاً عندنا عندنا بيجيني بحكي لي هو ما بيجيب هاي الصيغة بعطيني إياها الجملة المفتوحة وبيجيب بعطيني كلمات فنشوف مثال كيف رح يجيني السؤال بيجيني السؤال مثلاً كالتالي بحكي لي عدد أضيف إليه تسعة فأصبح الناتج سبعتاش هذا المثال فأنا كيف باجي بحل أول إشي لازم أحول هاي جملة كلمات وأنا برياضيات ما عندي كلمات فلازم أحول الكلمات لعمليات حسابية وأرقام باجي بقرأ هو بيحكي لي أنا عندي عدد وأضيفة أضيفة فوراً معناها زائد إذن عندي عدد أضيفة إليه تسعة يعني عندي عددين بيناتهم إشارة زائد شو هم واحد فيهم تسعة أنا عارفه بس الثاني أيل لعدد مو أيل لشو هو فبحط بدل كلمة عدد مثلة أضيفة معناها زائد تسعة بيضلها تسعة بيحكي لي أصبح الناتج كلمة الناتج معناها يساوي أصبح الناتج يعني عندي العدد اللي أنا ما بعرفه إذا جمعت له تسعة الناتج عندي لازم يطلع سبعتاش هاي جملة مفتوحة كتبتها بيجيني الجزء الثاني بيسألني بيحكيلي حل إنه بيحكيلي ثم حلها اكتب الجملة المفتوحة ثم حلها أو حل الجملة المفتوحة الخاصة بهاي العبارة هاي هالجملة المفتوحة كيف بدي أحلها بحلها بإني لازم أعرف المثلث شو بدأ حط مكانه كيف بسأل حالي المثلث بإيش بقدر أبدله أجمع له تسعة يعطني سبعتاش إيش العدد اللي بجمع له تسعة بعطيني سبعتاش في طريقة زمان أعرف خدناها كيف إحنا بنعرف هاي الشغلة كنا نحكي منطرح سبعتاش ناقص تسعة سبعتاش ناقص تسعة ثمانية إذن العدد أو أنا بتحذر بقعد أفكرين أحط واحد أحط اتنين أحط عشرة أحط عشرين لما يكون عندي العدد هيك مثلث أنا بقدر أحط أي عدد بدي واحد اتنين واشرين مية ميتين تلاتمية عادي لما كان يكون عندي العدد زمان فراغ كنت مسموحة أحط رقم واحد هون مسموحة أحط أي رقم بدي طيب نشوف مثلا لو أنا هون بثبت معي تمانية إحنا حكينا نجلب هل تمانية زائد تسعة فعلا سبعتاش تمانية زائد تسعة سبعتاش هل الجملة صحيحة نعم إذن العدد المفقود عنا أو الحل عندي هو تمانية ليش؟ لأنه إذا حطت التمانية بدل المثلاث الجملة بتكون صحيحة قبل ما أكمل الدرس أنا لأنه الأسئلة بتيجيني بصيغة كلامية فخلينا نراجع سوا بس نشوف الكلمات التالية كيف لأي عمليات حسابية بقدر أحولها فنيجي لأول إشي لو شفنا بالسؤال الكلامي كلمة جمع أو كلمة مجموع مجموع نفس جمع أو كلمة مضاف زي قبل شوي أو كلمة إضافة أو كلمة معا أو كلمة سويا أي كلمة من هدول شفناها بالسؤال نبدلهم بعملية زائد هاي الكلمات جميحة من شيء يعني معناها السؤال منحله عن طريق إنه أنا عندي عملية زائد فلو كان أي اللي مثلا أنا عندي ثلاث أقلام حمر وخمس أقلام صفر قديش الأقلام معا أو سويا أو كم عدد الأقلام جميحة جميحة كمان إلها نفس المعنى كلها بروح بجمع الأرقام اللي موجودة عندي إذا شفت هاي الكلمات بعرفني أنا لازم أجمع الأعداد اللي موجودة عندي نيجي للكلمات التانية اللي بعدها مثلا عندنا كلمات ناقص أو مطروح من من أو من أو أقل من أو الفرق هاي الكلمات كلها إذا شفناها إذا إجانا السؤال قال لي أنا عندي كان عشر دانانير برضو كلمة سحب مثلا سحبت منهم أو صرفت منهم أو أخدت منهم أو طرحت منهم مثلا خمس دانير كم بقي معي فالعملية اللي بستخدمها عشان أحل هاي الأرقام نفدع هاي الأرقام عشان أعرف الناتج هي هي الطرح هاي الكلمات إذا شفتها فورا بعرف أنه سؤالي بنحل إنه لازم أعمل عملية الطرح بين الأعداد الكلمات التالتة مثلا عندنا كلمة أضعاف أو أمثال أو بقدر أكتبهم ضعف ومثل ضعف ومثل أو عندنا كلمة مضروب أو ضرب يجي يحكي لي عدد ضرب عدد مثلا إيش العملية اللي بستخدمها مواضحة من كلمة ضرب كلمة أضعاف أمثال ضعف مثل مضروب ضرب دائما العملية اللي بستخدمها بين الأرقام هي عملية الضرب يعني لو ألت لكم 8 أمثال رقم معناها 8 ضرب عدد 7 أضعاف 2 يعني 7 ضرب 2 أضعاف وأمثال ضرب ومضروب هدل كلهم بتتنفذ بعملية الضرب آخر إشي عنا كلمة مثلا توزيع أو كلمة مثلا تقسيم مقسوم عليه مقسوم على هاي الكلمات كلها تعني عملية قسم نجي نكمل الأسئلة اللي موجودة عنا بالكتاب مثلا نحل مثال آخر لو إجا حكالي عنا مثال بحكيلي ضرب العدد 3 في عدد ما فكان الناتج 27 هو أي لضرب ضرب شو العملية تبعتي ضرب شو العددين المضروبين ببعض من السؤال بحكيلي ضرب عدد ما عدد ما يعني عدد أنا ما بعرفه بحط إشارة مثلث لأنه ضرب عدد ما وأنا ما بعرف هذا العدد بحط إشارة مثلث بكم ضرب ضرب بتلاتة هو بحكيلي ضرب العدد 3 في عدد ما فإذا 3 ضرب المثلث كان الناتج الناتج معناها يساوي 27 كيف بحل السؤال بأجي بسأل حالي كم ضرب 3 بيعطيني 27 لازم نكون حفظين جدوى نضرب 3 ع طول من نحكي بدل المثلث منحط 9 9 ضرب 3 هي اللي بتساوي 27 إذن الحل هاي العبارة المفتوحة والحل لها العدد المفقود أو المجهول هو 9 بدنا نأخذ هلأ بجزئية سريعة كيف أنا بدي أحل الجملة المفتوحة يعني إحنا أخذنا مثلا أنا بتيجيني عبارة مثال عليها عبارة عدد طرح منه 45 فكان الناتج 31 هاي جملة مفتوحة هذا طبعا سؤال أتحقق من فهمي صفحة رقم 71 هاي جملة مفتوحة بدي أتأكد خلنا نحولها للرياضيات لعمليات حسابية ولأشياء يعني نحولها بس لأرقام كلها ما بدنا الكلمات دعوا نكتبها على صورة أول إشي أرقام يعني نحولها لجملة مفتوحة أنا هو عم بيحكي أنا عندي كان عدد آيلي شو هو هذا العدد لا بس آيلي كلمة طرحة منه إذن أنا في عندي عملية طرح شو الإشي اللي ما تروح من إيش هو آيلي عدد أنا طرحت منه يعني أخدت من هذا العدد يعني أنا كان عندي عدد ما بعرفه فبحط مثلث صغير طرحت منه من المثلث أنا طرحت 45 فكان الناتج حكينا كلمة كان الناتج معناها إشارة المساوى 31 مجرد ما قال لي الناتج بحط مساوى أي اللي 31 بحط 31 هيك حولتها لأرقام هاي جملة مفتوحة نلاحظ الجملة المفتوحة تبعتنا دائما صف رابع دائما إحنا بالدروس اللي إحنا وصلين لها لازم نحاول دائما طرف من أطراف المساوى يكون فيه عملية واحدة عملية حسابية واحدة ما عندي إلا ناقص ما عندي أكتر من عملية وهون لازم يكون عندي رقم ما يكون عندي عملية حسابية شوفوا كيف الطرف يكون عملية حسابية واحدة ناقص زائد ضار بقسمة شو ما كان والطرف الثاني للمساوى الجهة الثانية للمساوى تكون فيها بس رقم فيكون عندي أنا عدد مجهول مجموع أو مطروح أو مضروب أو مقسوم من عدد آخر بساوي عدد هيك الشكل الجملة المفتوحة اللي لازم تكون موجودة عندي عشان أعرف بعضين أحلها هاي كتابة الجملة المفتوحة أنا لاحظهم كتابة الجملة المفتوحة طيب كيف بقدر أحل الجملة المفتوحة حلها كيف بوجد حلها حلها يعني أنا لازم أكتشف شو عندي بالمثلة إن لاحظ المثلة شكله جاي كأنه أنا في عندي كاين عملية اللي هي ناقص 45 ودخلت عليها عدد ما بعرفه وخرج عندي ناتج 31 الكلمات اللي أنا حكيتها دخلت عليه عدد وخرج منه ناتج بتذكرني بدرس السابق اللي هو كان درس اسمه اللي هي المدخلات والمخرجات جداول المدخلات والمخرجات شو كنا نحكي فيه كنا نحكي أنا عندي عملية إذا دخلت رقم عليها لازم أنفذ هاي العملية بيطلع عندي مخرج كان فيه إشي أحكي لكم إياه بالدرس السابق كنت أحكي لكم مرات ممكن أعطيكم مخرج فقط ما أعطيكم المدخل مثل هون هون أعطيتكم المخرج ما أعطيتكم المدخل إنتوا بدكم تحزروا شو هو المدخل كيف كنا نحزر شو هو المدخل عن طريق عكس العملية أنا إذا كان معطيني مخرج بدي أعرف شو هو المدخل بروح بعكس العملية بنفذها على المخرج عكسها كيف يعني إذا كان عندي العملية ضرب فعكس الضرب قسمة وإذا كانت جمع عكس الجمع طرح طرحوا جمع عكس بعض وضربوا قسمة عكس بعض فكنا بجدول المخرجات والمدخلات لما يكون زي هون معطيني مخرج أنا بدي أعرف شو هو المدخل شو بعمل بحكي المدخل تبعي بساوي المخرج بس بدي أعكس العملية اللي موجودة أنا عملية كانت ناقص خمسة واربعين تتصير زائد خمسة واربعين واحد وثلاثين زائد خمسة واربعين نجمعهم واحد زائد خمسة ستة وثلاثة زائد أربعة سبعة إذن الجواب ستة وسبعين الجواب ستة وسبعين هاي أتحقق من فهمي الأولى أتحقق من فهمي الثانية تعالوا شوفها سوا جاي بحكي لي نفس الإشي أنا معطيني عبارة لغضية أي اللي عدد قسمة على اتنين فكان الناتج واحد وعشرين باجي أحولها أنا أول إشي لجملة مفتوحة لازم أكتبها بالبداية الجملة المفتوحة يعني أكتبها أرقام وكلمات شو الجملة المفتوحة تبعتي اللي أنا بدي أكتب أحول إلى هذه الكلمات باجي بقرأ عندي عدد أي اللي شو هو العدد لا بس أي اللي عملية قسمة لأنه أي اللي عدد قسمة على إذن عملية قسمة القسمة إلها طرفين مين تقسيم مين هو أي اللي عدد قسمة على اتنين إذن عدد مقصوم على اتنين إذن أنا عندي عدد ما بعرفه فبحط بداله إشارة مثلت دائرة مربع أي شكل بدية قسمة على اللي هي تقسيم اتنين فبحط بعد القسمة اتنين فكان الناتج كان الناتج معناها عملية يساوي واحد وعشرين فبحط واحد وعشرين نفس الإشي بلاحظ أنا عندي إشي دخل على عملية وطلعي الناتج واحد وعشرين كيف باجي بحل هاي الجملة هاي جملة مفتوحة كيف باجي بحلها أول إشي لازم أركز إنه أنا عندي عملية وحدة شوفوا بالسؤال كله عملية وحدة وهون عندي عدد مجهول تقسيم عدد هنا عندي عدد لحاله لازم يكون زي هيك مجهول في عنده أنا مسوي عليه عملية والطرف الثاني عدد لحاله لازم يكون في عندي زي هيك أو عندي زي هيك بقدر أحلها كيف باجي بحلها عندي عدد دخل على عملية طلع عدد تاني كيف بعرفه كيف بعرف المدخل بعكس العملية على المخرج فبحكي 21 عكس القسمة ضرب ضرب 2 21 نضربها بـ 2 بنحطهم تحت بعض 2 ضرب 1 2 2 ضرب 2 4 إذن الجواب 42 هلأ إيش لـ 42 هاي هي العدد المجهول تبعي إذن المثلة التبعي بساوي 42 أو بحكي العدد المفقود أو العدد المجهول هو 42 كيف عرفته عكس العملية على المخرج عكس العملية الموجودة عندي على المخرج هاي الفكرة الأولى من أفكار درسنا إذن أنا نجي بس نشوف فكرة إضافية اللي هي موجودة عندنا بالسؤال رقم 5 لو إجا حكالي صفحة رقم 73 لو إجا حكالي أضيف العدد 5 إلى عدد ما يعني أنا كان عندي عدد ما بعرفه وأضفت عليه أو أضيف عليه 5 فكان الناتج هو أي اللي يساوي 7 ضرب 4 نلاحظ هون هاي الجملة اللي أنا كتبتها فيها أكثر من عملية هاي عملية أولى وهاي عملية تانية بس أنا وأنا بشرح كنت أحكي لكم لازم يكون عندي عملية وحدة إذن هل هاي الجملة بقدر هيك أحلها أو بقدر أعمل فيها إشي؟ بضل زي ما هو عدد ما بعرفه زي 5 ما بقدر أعمل فيها إشي عملية الجمع يساوي هون عندي عملية تانية عملية ضرب بقدر أتخلص منها أو أعرفها؟ هو أي اللي 7 ضرب 4 بقدر أعرف جوابه عشان أتخلص من عملية الضرب؟ آه 7 ضرب 4 إشي أنا بقدر أحسبه كم جوابه؟ جوابه 28 فبغير الجملة بدل 7 ضرب 4 من حط 28 لأن لازم يكون عندي عملية وحدة هلأ أستر عندي عملية وحدة بعد هيك بحل المعادلة لأسفل الجملة المفتوحة